حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال هذه مجموعة من الأخبار الدنماركية البسيطة والسريعة والمختصرة في الـ 24 ساعة الأخيرة أقرأت الحكومة الدنماركية اليوم أو يوم أمس قانون يسمح من خلاله باستخدام رذاذ الفلفل تعرفون هذا السبري الفلفل اللي يستعمل في الدفاع عن النفس قانون رذاذ الفلفل أو استخداماته حيكون جدا مشروط يعني حيتم استخدامه داخل المنزل فقط والشخص أو السيدة اللي حابة تستعمله خارج المنزل لازم تحصل على تصريح خاص من الشرطة قانون حاله كباقي القوانين الأخرى تجد أنه ناس إلى مناصرين وناس موافقين على القانون أو على القرار وناس معارضين أو رافضين القرار طبعا كل واحد عنده أسبابه اللي رافضين القرار هم مجموعة من السياسيين وعدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية الرافضين للقرار عندهم وجهة نظر أنه ممكن يساء استخدام هذا رذاذ الفلفل وممكن يوقع بأياد غير مؤهلة لاستخدامه تعرفون أنه موضوع استخدامه وعطاء تصريح باستخدامه معنات أنه حيكون استيراد وممكن حيباع فأكيد أنه حيوصل بأياد تكون تسيء استخدامه وهم صراحة حقهم بهذا الموضوع أن حالات لانستخدام رذاذ الفلفل جدا خطر وممكن في بعض الحالات يسبب الوفاء طبعا حالات الناس اللي عندها حالات ربو ممكن لا أقدر الله أنه لو تعرض عليها بكمية محددة وكمية كبيرة ممكن يأثر على جهاز التنفسي وبالمناسبة هذا الرذاذ الفلفل هذا يأثر على حاسة البصر وعلى حاسة الشم طبعا أكيد واللي تعرض على الرذاذ الفلفل ممكن يفقد البصر لمدة التراوح بين الربع والنص ساعة يعني ما رح يستطيع يشاهد أي شيء أمامه وتشل حركته بالكامل وممكن لو تعرض هذا الشخص لرذاذ الفلفل أكثر من مرة ممكن يأثر عن العين ممكن يسبب العمض نفس الوقت عافانا وعافاكم الله فلذلك أنه هذا الناس حقهم لما يرفضون أنه قرار استخدامه أو شرعنة استخدامه بمعنى أدق الناس اللي موافقين على استخدامه وأغلبيتهم طبعا من الحكومة واللي مرره والقرار عندهم تبرير ثاني يذكرون أنه الشخص اللي جالس بمنزله ويدخل عليه حرامي يحاول يسرق ممتلكاته يحاول يأذيه فهذا الشخص أو مالك البيت أو مالك المنزل من حقه يدافع عن نفسه فلذلك عطوه تصريح باستخدام رذاذ الفلفل لأنه حسب تعبيرهم أنه لو ما استخدم هذا الرذاذ الفلفل أو هذا السبري ممكن يستعمل أي آلة حادة ثانية تكون تبعاتها جدا قاسية فممكن يستعمل سكينة ممكن يستعمل مفاكلة براغي أو ممكن يستخدم عصال البسبول فلذلك أنه يشاهدون أنه استخدام استعمار رذاذ الفلفل جدا نافع خصوصا حيشل حركة الحرامي أو حركة المقابل لغاية ما يتم أنه أخذ الإجراء لغاية ما يتم أخذ الخطوة الثانية والإجراء الثاني ممكن شل حركة المهاجم لغاية الاتصال بالشرطة هذا طبعا إذا وصلت الخبر الثاني هو الأهم واللي يشغل بال الحكومة الدنماركية ومو بس الحكومة الدنماركية يشغل بال قارة أوروبا بأكملها هو خبر انسحاب أو مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي تعرفون أنه بريطانيا اتغذت قرار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهذا قرار الانسحاب إلى تبعات جدا كبيرة على الاتحاد وعلى بريطانيا نفسها وكيد لاحظت بنشرات الأخبار العربية وحتى الدنماركية أنه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت بعدد من الاجتماعات يوم أمس أو بهذه الأيام القليلة الماضية مع عدد من القادة في دول الاتحاد الأوروبي حتى بالمختصر يطلعون بأقل الخسائر من موضوع انسحابهم الخطأ من الاتحاد الأوروبي اللي همنا بهذا الموضوع الدنمارك وهذا الموضوع إلى تبعات جدا كبيرة على الاقتصاد الدنماركي وذكر وزير أو رئيس الوزراء الدنماركي لاشلوغا غاسموشن يوم أمس أنه هذه التبعات ستكون جدا صعبة على الاقتصاد الدنماركي على اعتبار أنه صادرات الدنمارك السنوية لبريطانيا تقدر بـ 54 مليار كرون البريطانيين يستوردون اللحوم يستوردون الأدوية يستوردون الملابس إضافة إلى استيرادهم إلى هذه الطواحين الهوائية اللي تقوم بعملية توليد الطاقة الكهربائية لذلك أنه التخوف جدا كبير من انسحاب بريطانيا بشكل قاسي من الاتحاد الأوروبي لأن تبعاتها ستكون جدا كبيرة على الدنماركيين وذكرت التقارير أنه حوالي ستين ألف دنماركي ممن يعملون بهذه الشركات اللي تكون أغلب صادراتها إلى بريطانيا فهؤلاء الأشخاص يكونون مهددين بعملهم مهددين بوظائفهم وكان تقرير يوم أمس أحد شركات الأدوية موجودة في العاصمة كوبنهاقين اللي تقوم بإنتاج عدد من الأدوية أدوية الحساسية عندها فقط في بريطانيا حوالي مئة ألف زبون أو مئة ألف عميل يستعملون دواء هذه الشركة فالمبلغ جدا كبير مبلغ 54 مليار كرون ستفقد الدنمارك فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تأثير جدا كبير على الاقتصاد الدنماركي رغم أن بعض المحللين الاقتصادين هونوا من هذا الشيء وذكروا أنه ممكن الدنمارك ستلاقي الأسواق البديلة عوضا عن السوق البريطاني بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للدنمارك في شهر سبتمبر الماضي وتحديدا إلى مدينة كولينغ ستتكرر الزيارة في شهر أربعة من العام القادم لكن هذه المرة ستكون من قبل زوجته ميشيل أوباما ميشيل أوباما عندها كتاب قامت بتأليفه تتكلم فيها عن تجربتها أنه هي كانت سيدة أمريكا الأولى في وقتها وزوجة الرئيس الأمريكي السابق ستتكلم عن حياتها عن تجربتها وهي كانت بهذا المنصب وحتقوم بعمل عدد من الندوات والمحاضرات في عدد من العواصم والدول الأوروبية المختلفة من بينها العاصمة كوبنهاغن سيكون اللقاء يوم تسعة أربعة من العام القادم واللي حاب يشوف سيدة أمريكا الأولى عن قرب وحاب يحضر ندوتها كل ما عليه أنه يدفع 3450 كرون ثمن تذكرة الدخول الخبر التالي الخبر التالي خص طيبة الذكر وزيرة الاندماج والأجانب إنجستويبيا كان من المفروض أن تتواجد الوزيرة في شهر سبتمبر من العام الماضي في العاصمة الإيرانية طهران وتلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لكن الزيارة تم تأجيلها أو بمعنى أدق تم إلغاءها من قبل الجانب الإيراني سبب إلغاء الزيارة من الجانب الإيراني كانت بسبب أن الوزيرة قامت بوقتها بإعادة نشر أحد الرسوم المسيئة لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو تحديدا الرسم اللي قام بعمله أو قام برسمه الرسام الدينماركي المعروف كود فيستاكو فهذا الرسم عملته أنه الوزيرة كخلفية لجهاز الآيباد الخاص بها وقامت بعمل منشور على الفيسبوك وصلت الأخبار إلى الجانب الإيراني واللي قاموا بوقتها بإلغاء الزيارة الغرض من الزيارة كان أن تقوم الوزيرة بإقناع الجانب الإيراني بالموافقة على استقبال كل المرحلين أو كل المرفوضة طلبات لجوءهم في الدينمارك لأن القانون الإيراني الحالي يمنع استقبال أي شخص يشفر بالإكراه فتعرفون أنه الجانب الدينماركي حاول بشدة الطرق حاول أنه يغريهم ببعض المعونات الاقتصادية وبنفس الوقت حاول أنه يشدد إجراءات تواجدهم بالدينمارك لذلك وضعهم في مركز ترحيل وكل هذه الأمور ما تتجيب أي نتيجة لذلك قررت الوزيرة أن تقوم بزيارة إلى الجانب الإيراني ومفاتحتهم وإقناعهم باستقبال هؤلاء اللاجئين الوزيرة ذكرت يوم أمس ومن خلال لقاء صحفي ذكرت أنه سبب الغاء الزيارة ما إلى أي علاقة بموضوع الرسوم حتى لو كان إلى علاقة بموضوع الرسوم هذا معناه أنه إلى علاقة بموضوع الرسوم فعلى الحكام الدينيين أو الحاكم الديني في إيران أو الحكم الديني في إيران ما يدخل بحرية التعبير اللي موجودة عندنا بالدينمارك ولازم ما يدخل بنفس الوقت بحياة إنجستويبيا الشخصية تنشر ما تنشر إحنا عائدنا حرية الرأي واللي أنتو محرومين منعتها نترك موضوع الوزيرة والناقش تصرفها طبعا معرف إذا موضوع الوزيرة أو وظيفة الوزيرة تؤنث أم تبقى كمذكر أذكر في مرحلة أنه في فترة من الطفولة وفي مرحلة دراسية ما كان إلي نقاش مع أحد الأساتذة اللي كانوا درسونه حيث ذكرت له أنه المديرة ذكرت يعني ما عرف أنه سياق الجملة بالتحديد بس أذكر أنه ذكرت له المديرة وذكرت أو تكلمت فهو صحح لي وقال لي لا تذكر المديرة قول المديرة الفلانية على اعتبار أنه الوظائف تبقى مذكر ولا تؤنث يعني نذكر المدير الوزير حتى لو كانت حاملة هذه الحقيبة أو حاملة هذه الصفة سيدة ولكن من خلال زيارة كانت إلي إلى مصر قبل فترة جدا قريبة وإلي فيديوهات عن هذه الزيارة موجودة على قناتي على اليوتيوب التقيت بمدرس للغة العربية أوجه للتحية من هذا المكان وحبي صحيح لهذه المعلومة وذكر لي أنه كلام أستاذك في فترة الطفولة كان صحيح لأن على اعتبار أنه في فترة معينة قبل يعني مئات السنين كان معظم الوظائف يقوم بها الرجال فلذلك أنه الوظيفة استمرت على هذا النحو أنه الوظائف مذكر ولا تؤنث فهو ذكري لا بما أنه الوقت أنه تغير والأمور تغيرت فممكن نطلق اسم وزيرة موظفة ومعلمة ومدرسة كمؤنث يعني نشيل صفة الذكورية عن الوظائف نرجع إلى موضوع الوزيرة أو موضوع الوزير تعرف الإنسان عندما يوصل إلى منصب معين أو يوصل إلى مرحلة من الشهرة فأكيد لازم يحاول أنه يعزل حياة الخاصة عن حياة العامة أو حياة العملية أو حياة المهنية يعني عندك توجهات وعندك ملاحظات ما تنشرها للعلن خليها بينك وبيان نفسك أنت أصبحت وزيرة أو وزير لكل المواطنين الموجودين من دنمارك يعني المواطنين المسلمين الهندوس المسيحيين الصابئة العربي الكردي الدنماركي جميع هذه الطوائف جميع هذه القوميات أصبحوا جزء من النسيج المجتمعي الدنماركي ذلك أنه لا يكون عملية هناك ابتزاز لهذا الموضوع ونعرف أن الوزيرة ذكرت أنه الموضوع أنه هو موضوع حرية شخصية وتعبير على الرأيه طيب تعبير الرأي ما يكون بهذا الوضع الاستفزازي لذلك أن الوزيرة وهذه الأيام تتحمل عواقب تصرفها الغير مناسبة قبل كذا يوم وصل الحوت إلى شواطئ مدينة هوبرو أو هوبرو مثل ما يسميها الناطقين باللغة العربية هذا الحوت كان متواجد على الشاطئ صال لكذا يوم يقوم بعدد من الحركات عدد من الفعاليات التي جذبت أنظار سكان المدينة لكن للأسف توفى هذا الحوت يوم الأحد الماضي وهذا الذي نرى بالصورة هي عملية سحبة وانتشالة من البحر إلى اليابسة والمباشرة بأعمال تخطيعة ونشاهد أن هناك تجمهور لعدد كبير من الأطفال عدد من سكان المدينة وحتى عداد كبيرة توجهت من خارج المدينة لمشاهدة عملية تقطيع أو التشريح لأن كان هناك تخوف من سكان المدينة أنه سبب وفاة هذا الحوت اللي يبلغ عمره سنة واللي يبلغ طوله سبع أمتار أنه بسبب التلوث الموجود على المياه القريبة من الشاطئ لكن أثبتت التشريحات أنه هذا الحوت الشاب اللي يبلغ عمره سنة واحدة فقط واللي يبلغ طوله سبع متر أنه كان سبب وفاته وضعف عنده في عضلة القلب عضلة القلب ما كانت تضخ الدم بصورة صحيحة إلى باقي عضاء الجسم هم عرفوها أول ما بدوا بعملية التشريح لأن لاحظوا أنه لون الدم دم الحوت كان لونه دمه باهت مو هذا اللون دم الغامق المتعارف عليه للحيتان الأحشاء الداخلية للحوت حيتم نقلها إلى مراكز بحوث متعددة في الدنمارك حتى قلب الحوت نفسه حيتم نقلها إلى مستشفى سكايبي في مدينة أوغوس كي يقوم بعمل عدد من الدراسات عليه جزيرة لينهولم هذه جزيرة التي أثارت ضجة في داخل الدنمارك وفي خارجها والتي زالت لغاية اللحظة أخبارها تتوارد بشكل جدا كبير الخبر هو كالتالي أنه ظهروا موظفي مركز الترحيل في مدينة إيكاست في وسط يولند وذكروا أنه موضوع الجزيرة أنه صعب يكون واقعي وصعب يكون منطقي وعطى موظفو مركز الترحيل عدد من الأمثلة عن صعوباتهم والتي تتكرر بشكل يومي من خلال التنقل مع هؤلاء الموجودين خلال مركز الترحيل تعرفون أنه موجود بمركز الترحيل أطفال نساء كبار بالسن كل هؤلاء الفئات يحتاجون إلى طبابة يحتاجون إلى نقل المستشفيات يحتاجون إلى التواصل مع مختص نفسي فعملية نقلهم من وإلى المستشفى مثلا هذه تطلب جهد تطلب وقت وتطلب مال بنفس الوقت فذكروا أنه كيف حيكون الوضع لما تنقلوهم إلى جزيرة فالموضوع التكاليف حتكون الضعف الإجراءات حتكون الضعف هما نفسهم الموظفين الموجودين داخل الجزيرة حيعانون بموضوع الذهاب من وإلى الجزيرة فلذلك أنه يشوفون أن موضوع الجزيرة غير واقعي وغير منطقي وصعب أنه يتحقق حتى رئيس البلدية اللي تكون الجزيرة واقعة ضمن حدودها الجغرافية أظن بلدية فودنبورغ أو شيء من هذا القبيل ذكر أنه الموضوع جدا صعب والتكاليف جدا مرتفعة مع العلم هو وأحزابه مع العلم هو مساعدين الاثنين ينتمون إلى ثلاثة أحزاب مختلفة هذا الموضوع اللي أثاره موظفو مركز الترحيل في إيكاست ولد نوع من الشك هل هيكون أنه قرار الحكومة بعمل الجزيرة وإنشاءها وإعادة تأهيلها هل هيكون واقعي أو مجرد أنه وعود انتخابية على اعتبار أنه قربت فترة الانتخابات الكثير يشاهدون أنه لا سيتحقق هذا الموضوع أنه الموضوع جدا صعب تكاليفة جدا مرتفعة حتى موضوع التكاليف الجزيرة ولد نوع من الضجة لكن عدد من الخبراء السياسيين يشوفون أنه لا، موضوع الجزيرة حيكون واقع ويتحقق لأنه في حال أنه ما تراجعت الحكومة عن هذا القرار يعني حتفقد شيء من ماء وجهها وحتولد نوع من عدم الثقة عند الناخب الدنماركي اللي حاب يصوت على هذه الحكومة واللي مؤيد القرارات وتشجيدات الأجانب فلذلك يتوقعون أنه قرارات الترحيل حتكون واقعية أكيد يسعدني انضمامك وأتشرف بتواجدك وانضمامك واشتراكك بقناتي على اليوتيوب وبنفس الوقت انضمامك على صفحتي على الفيسبوك أستقبل كل الأسئلة والاستفسارات على القناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وحاول الرد عليها بأسرع وقت ممكن أكيد حنلتقي فيديوهات قريبة قادمة حتكون حاول أسويها بشكل دوري نتكلم فيها عن الأوضاع في الدنمارك عن آخر أخبار الدنمارك عن المجتمع بشكل عام فنلتقي على الخير إن شاء الله حياكم الله